في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهاد الأمين وبعد ففي الحقيقة شهر رمضان هو شهر يختلف عن بقية الشهور فقد ميزه الله سبحانه وتعالى بخصائص ومميزات لا تجدها في أي شهر من الشهور حتى الطبيعة البشرية حينما يهل علينا الشهر سبحان الله تجد تغيير في أمور كثيرة في الحياة الكبير والصغير والأطفال والشباب يسعدون ويفرحون بقدوم هذا الشهر يحدث تغيير في الوجبات في وقت الطعام يحدث كذلك تغيير في السلوكيات الاجتماعية أحب أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين أن شهر رمضان المبارك هو شهر الصلح لا شهر الخصام هو شهر المحبة لا شهر الكره هو شهر المودة لا شهر الطباغض هو شهر الصفاء الروحي لا شهر الكدر هو شهر النور بلا ظلام هو شهر الاجتماع تجتمع فيه الأسر على المحبة وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى كل ما هو خير ونافع للناس أحب أقول لحضرتك أن هذا الشهر الكريم هو الشهر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم باسمه صراحة فصرح باسمه دون بقية الشهور فقال شهر رمضان وهذه ميزة وخصيصة من الخصائص هذا الشهر الكريم وإذا كان الإنسان في غير شهر رمضان مأمور أن يذكر الله عز وجل فإن ذكر الله في شهر رمضان هو مطلوب وأمر يجب أن نتمسك به وأن يكون أو أن تلهج ألسنتنا بالذكر والدعاء ليلا ونهارا وصباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاءا بالذكر والدعاء لكن لماذا أولا لأن الذكر يحيي القلوب فمن كان قبل رمضان قلبه قد فتر أو قلبه قد قسى فإذا ما دخل عليه شهر رمضان واستحضر معية الله وذكر الله عز وجل هذه القساوة تذهب وتنجلي وهكذا يقول ربنا عز وجل معبرا عن هذا المعنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم القلب إذا اطمئن هدأ القلب إذا هدأ وحد وإذا وحد ذكر الله خاليا وبكت عينا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هنا هنا تجد أن القرآن الكريم عبر عن قضية الذكر بأشكال وأنواع مختلفة ومتنوعة وقد أمرنا الله عز وجل في القرآن في سورة الأحزاب بأن نذكره كثيرا فقال سبحانه وتعالى بعد أن عدد الصفات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات جاء في آخر الآية وقال والذاكرين الله كثيرا تأمل معي أخي المشاهد الكريم كلمة كثيرا بعد الذاكرين الله كثيرا لم يقل والمتصدقين كثيرا ولم يقل والصائمين كثيرا إنما قال والذاكرين الله كثيرا هنا دلالة واضحة على أن الإنسان إذا ذكر الله كثيرا زاد إيمانه وهذا من العمل الصالح الذي يجب أن يكون عليه الصائم القائم الصائم نهارا والقائم ليلا نعم هذا التغيير الذي أحدثه ويحدثه شهر رمضان المبارك ليست الفكرة يا سادة في تغيير مواعيد الوجبات فقط لا بل لا بد وأن يأتي علينا شهر رمضان وأن يغير من عقولنا ونفوسنا وسلوكياتنا إلى الأحسن والأفضل وإلا إذا لم يحدث شهر رمضان تغييرا فينا فلا فائدة وما حدث إلا أن تغيرت مواعيد الوجبات وأنا وأنت أنت ولم يحدث أي تغيير وبالتالي هنا تعلم أن أنت في خطر وعليك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله عز وجل في هذا الأمر أيضاً أيضاً قضية الذكر قضية أخذت شكلاً آخر بنوع من الدعاء فالدعاء نوع من الذكر والمتأمل في آيات الدعاء في القرآن الكريم يجد لها ملامح طيبة وبخاصة ونحن في هذه الأيام المباركات ونحن ما أمس الأمة إلى أن تدعو ربها وأن تلجأ إليه وأن تتضرع إليه أن يرفع هذه الغمة عن الأمة وأن يعجل بالفرج القريب وأن يكشف عن هذه الأمة وعن البلاد والعباد هذا البلاء والوباء إننا في حاجة إلى أن نرجع إلى الله بقلب منيب وقلب سليم النظيف إن القلب السليم هو القلب الذي يصل إلى الله والقلب الموصول بالله هو القلب الرحيم والقلب المقطوع عن الله قلب قاسي والله عز وجل لا يحب القلب القاسي نعم يعني أريد أن أؤكد على نقطة هم وهي أننا فعلا في اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى وأدوات هذا الابتلاء ومواجهة هذا الابتلاء تحتاج مننا إلى مراجعة وإلى بحث وإلى فكر وإلى إيمان بالله عز وجل وإلى الذكر وإلى الدعاء وإلى الأعمال الصالحة لكن حبيب أقول لحضراتكم الحديث الذي يجيب عن هذا السؤال الذي قال الأستاذ محمد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام واصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام المتأمد في هذا الحديث يجد أن هناك أن دخول الجنة في الحديث متعلق بأربعة أمور الأمر الأول والثاني والثالث يتعلق بالناس بالحياء الاجتماعية بالمؤاخاة بالمؤازرة بالمساندة بالسؤال عن المسكين بإطعام الطعام أفش السلام هذا السلام هو الاطمئنان وهو دليل المودة والمحبة بين الناس السلام ليس بشرط أن يكون باليد بل قد يكون السلام عن طريق الهاتف تسلم على الناس بالهاتف أو عن طريق التواصل أيضا أطعم الطعام كيف أطعم كيف أبحث عن الفقير والمسكين في ظل هذه الأزمة وأقوم بدوري المجتمعي وبخاصة وأنت في شهر كريم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في هذا شهر الكريم وهذه سنة نبوية عظيمة أن نتعلم الجودة والكرم من سيدنا رسول الله فكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان كما وصفه الواصفون الذين عاشوا وسكنوا وأكلوا وشربوا وشاهدوه عيانا بيانا أخبرونا أنه كان أجود الناس فما كان يترك مسكينا مال كان يفضل المسكين على نفسه وكان يحرم نفسه في سبيل إعطاء المسكين ليس هذا فقط بل إن آيات القرآن الكريم تحثنا جميعا من داخلنا على إطعام الطعام انظر معي إلى قول المولى عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فمن منا أطعم المسكين ومن منا بحث عن اليتيم فكساه وألبسه وأطعمه ليس هذا فقط بل هناك آيات أخر أو إطعام في يوم ذي مسغبة هنا نحن الآن في ذي مسغبة في حاجة هذا ما يجب علينا في هذا الشهر الكريم ربما امتنعنا أو لا توجد موائد الآن كما كان يحدث للظروف التي نعيشها لكن هناك بداء الأخرى هناك يعني مبادرات نفعلها في هذا الشهر الكريم نقدم الخير والطعام والشراب دون تجمع وهذا ما تفعله بعض المؤسسات وبعض الجمعيات المدنية إذن إطعام الطعام في هذا الشهر الكريم عمل اجتماعي وعمل صالح مطلوب كما بيّن الحبيب النبي في هذا الحديث فيطعام الطعام وإفشاء السلام واصلوا الأرحام المودة لا تكن من القاطعين للأرحام فمن قطع رحمه قطع الله صلته به فواصلوا الأرحام علاقتهم بالله طيبة هكذا يعلمنا القرآن الكريم في أكثر من آية يحثنا على صلة الأرحام بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا في أحاديث كثيرة أن البسط في الرزق من أراد أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه فبسط الرزق وسعته وبركته إنما تأتي من صلتك أنت بأرحامك يا أخي هناك من الناس من يقطع رحمه هناك من يقطع أباه وهناك من يقطع أمه وهناك من لا يزور أخته ولا أخاه إلا بشهور والسنين لا أدري كيف وصل القلب إلى هذه القسوة وإلى هذه الدرجة ألم يقرأ قول الله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم انظر إلى هذا التعبير القرآن الجميل وتقطع أرحامكم فالله عز وجل يعلم أن هناك من يقطع الأرحام ولا يصلها يأتي دور شهر رمضان المبارك ليعالج هذه الأمراض المجتمعية ولكي تلتئم الجروح في هذا الشهر وكي يحدث الصلح بين الأسرة وبين الجيران وبين الأصدقاء وبين الزملاء يأتي شهر رمضان ليقول العصاه قف مكانك أنا شهر رمضان جئت لأغير أحوالكم جئت لكي تستزيدوا من الخيرات جئت لكي تتقربوا من الله العلي العظيم ليس هذا فقط بل هناك أمور أخرى وهو النقطة الأخيرة في الحديث وصلوا وصلوا بالليل والناس نيام هذه اللقطة الأخيرة والأمر الأخير في الحديث النبوي الشريف الذي من حقق هذه الشهوط دخل الجنة هنا العلاقة بينك وبين الله إذن الثلاثة الأولى هي العلاقة بينك وبين الناس والأخيرة هي العلاقة بينك وبين الله عز وجل فمن حسنت علاقته بالناس حسنت علاقته بالله عز وجل ليس هذا فقط بل إنك عليك أن تتضرع إلى الله وأن تدعوه بقلب خاشع منيب أن يكشف عنا جميعا وعن الأمة وعن البلاد وعن العالم وعن الإنسانية هذا البلاء والوباء انظر معي إلى الدعاء الدعاء هو مسلك الأنبياء ومنهج عظيم اتخذه الأنبياء وكانوا جميعا في نوازل وبلاء وابتلاء انظر كيف خرجوا من هذا الابتلاء خرجوا منه بالدعاء ولما أمرنا الله عز وجل فقال في القرآن ادعوني أستجب لكم لم يحدد حجم الدعاء لم يقل ادعو كثيرا ولا قليلا بل قال ادعوني ليعطيك المساحة الواسعة في الدعاء ادعوني أستجب لكم لم يحدد نوعه ولا حجمه ولا أن ترفع صوتك من الدعاء ولا أن تخفضه فقط عليك ولا لغته ولا لغته نعم صحيح صلى الله عليه وسلم قد يدعو الياباني المسلم باليابانية بل ادعو بما تيسر لك ومما يسره الله عز وجل لك فقط عليك أن تهمس في الأرض يسمعك من في السماء ها هو سيدنا يونس عليه السلام وهو في الضيق وفي الكرب وفي عز الكرب والشدة والألم والحزن والنازلة وهو في ظلمات ثلاث في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت في هذه الظلمات وهذا الكرب الشديد لجأ وتضرع إلى الله هرع إلى الله بالدعاء فجاءته الإجابة على الفور والتو لما لجأ بقلب منيب جاءته النجاة فعبر القرآن عن هذا الدعاء وعن هذه النجاة فقال سبحانه وتعالى فاستجبنا له وعبر بالفاء والفاء هنا عند أهل اللغة هي فاء السرعة هي فاء سرعة الاستجابة لما دعا استجبنا له فاستجبنا له فكشفنا فكشفنا ما به من ضر فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني من يسير على نهج سيدنا يونس من اليوم أو إلى قيام الساعة نجاه الله عز وجل ولما تسأل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الذكر والدعاء والتسبيع أسباب من أسباب النجاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن مصر وعن البلاد والعباد كل بلاء وأن يحفظ بلدنا مصر العظيمة من كل مكروه وسوء أن الإنسان عليه أن يطهر قلبه تماما فيصبح قلبه نظيفا طاهرا للناس فلو أصبح الإنسان أو لو طهر الإنسان قلبه من الكرهية والحقد والغل والحسد استطاع بعد ذلك أن يقدم الخير لذلك سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة فقالوا له يا رسول الله أي الناس أفضل من أفضل الناس فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا له يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بغي أي هو الذي طهر قلبه من هذه الأمراض المجتمعية ومخمسكة ولو خل الإنسان أو فرغ قلبه من هذه الشواغل أو هذه الأمراض استطاع بعد ذلك أن يملك قلبه المؤمن بأن يتحرك لجيرانه أو بكلمة طيبة يأخذ عليها حسنات إن كنت لا تملك أن تعطي لكنك تملك أن تقول قولا طيبا والقول الطيب يعد من الأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هكذا عبر القرآن الكريم ولذلك تجد أحد الشعراء يقول كن قابل العذر واغفر ذلة الناس كن قابل العذر واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاس إذن عليك أن تكون رجلا مجتمعيا عليك أن تساعد الناس بالكلمة الطيبة بالجهد بالدعاء بالمساندة بأن تصلي لله عز وجل وتدعو لإخوانك ولبلدك مصر ولمن يساعدون الناس على الأقل أن تدعو لمن يساعدون الناس إن كنت لا تملك إلا هذا عليك أن تقوم تفتح القرآن المصحف وتقرأ وتفهم الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل ففيه الحسنات وفيه الخيرات وفيه البركات فلا تحرم نفسك في هذا الشهر بأن تقرأ القرآن وأن تدرس ما فيه من معاني وأحكام فهو كتاب الله عز وجل الخالد الذي من تمسك به نجا ومن تخلى ومن تخلى عنه غرق وهلك هو كلام الله عز وجل أيضا هذا الشهر يأتينا في العام ضيف هو ضيف يأتينا مرة واحدة ولذلك إذا صمته لله بنية خالصة وإذا قمت ليله أيضا بنية خالصة ليس بشرط أن تذهب إلى المسجد عندك ظروف وعندنا نازلة فثوابك في البيت ليس أقل من ثوابك في المسجد في ظل هذه الظروف الرهينة ربما يظن أحد بأن ثواب المسجد الآن أعلى وأكثر وهذا ليس بصحيح لأنك يجب عليك أن تأخذ بالرخصة التي منحك الله إياها إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عذائمه فثواب صلاتك وقيامك وتهجدك في البيت لا يقل ثوابا عن صلاتك في المسجد أيضا الصلاة في جماعة أين كان المكان يعني ربما في المسجد لكن الجماعة تتحقق والجماعة تتحقق بك وبأولادك أنت تستطيع يا سيد محمد أن تصلي بأولادك وبأسرتك فتأخذ السبعة وعشرين درجة إذن القضية ليست في المكان نعم أنت معك الرخصة والعذر ولن تسأل عن ذلك بإذن الله تعالى لكن وأنا أقول ودعني واسمحني يا سيد محمد أقول هذا الكلام ستفتح المساجد بإذن الله بإذن الله وسنصلي في المساجد لكن أريد من يتحدث الآن عن فتح المساجد أن يملأها بعد أن تفتح المساجد ونريد أن نرى الناس في المساجد وأن يملأوها وأن يعمروها كذلك بالتلاوة والذكر والعبادة والصلاة من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن نقول يا رب نريد أن تغفر لنا ذنوبنا ما تقدمت ويقول الحبيب المصطفى أيضا عن قيام شهر رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن نقول يا رسول الله نريد أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدمت وأن يرزكنا ليلة القدر وبركتها وهداها ونورها إنه ولي ذلك والقادر عليه بالنسبة للإنفاق يعني تذكرت قصة الأشعريين وفي عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم النبي وصف جميل قال النبي إن الأشعريين دي قبيل اسماء الأشعريين إذا أرملوا يعني أصابتهم فاقة أو جوع أو ضيق في المال أو في الرزق جمعوا ما عندهم من طعام اللي عنده جاب واللي عنده جاب جمعوا الأكل كله بتاع المنطقة كلها وحطوه إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا ما عندهم من طعام في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية يجمعوا الأكل اللي عنده يجيب واللي ما عنده شو ما يجيبش ثم يجمعوه ثم يوزعوه على بعض بالسوية بالعدل قال النبي عنهم بعد أن فعلوا هذا العمل الطيب الصالح المجتمع الراقي في أسماء صوره قال هم مني وأنا منهم إذن هو وصفهم النبي بهذا الوصف لأنهم فعلوا من الأساليب الاجتماعية الراقية كيف العطاء الجود أن من عنده يعطي من لا عنده ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول إذا أسل محمد عبدي أنفق أنفق عليك وربنا قال كلام جميل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ليلا ونهارا سرا وعلانية يعني انفق على جميع الأحوال وجميع الأشكال وجميع الألوان تنفق بالليل أو بالنهار في السر أو في العلن المهم أن تنفق المهم أخرج هكذا وصفهم وقال عنهم أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأرض أعدت للمتقين من هم يا رب الذين ينفقون في السراء وفي الضراء إذن وأنا سعيد أنفق وأنا حزين أنفق وأنا في شدة أنفق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله ثم يأتي في النهاية وآتى مال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين ولكن سعيدا ولكن سعيدا ولكن سعيدا